بعد ظهر يوم الأحد وفي قاعة المؤتمرات لمركز معرض كانتون الصحافة عقد منتدحه للأفاق الاقتصادية والتجارية لمنتجات المهات والردع والأطفال شارك فيه العشرات من ممثلي الشركات والمؤسسات معا خاصة بنسبة لمتطلبات الجودة لمنتجات العداء سواء من حيث اقتبال المواد أو بعد مفاهيم تسميم لضمان صحتهم بدنية وعقرية فهذا هو ما نقتم به أكثر تم إصدار بعض المساودات الجديدة لمنتجاتنا الخاصة بالأطفال وردعي هناك بعض المتطلبات الفئات الخاصة نريد إرسال هذه الأخبار إلى المزيد من المسنعين الصينيين لمساعدتهم على تستير بسلاس أكبر إلى الخارج ووفقا للتقارير وخلال المرحلة الثانية من معرض كانتون سيعقد عدد من المنتديات والأنشطة تحت عنوين مثل إضاءة حياة بالتصميم والتوسع في السوق الدولية ومنع المخاطر والسيطرة عليها والتنمية الخضراء في منطقة خليج جواندونج وهونغ كونغ ومكاو الكبرى